النهار ده بس اليوم الوحيد اللي قدر اقول ان فيه برنامج مجاني يقدر ينافس IDM او برنامج انترنت داونلود مانجر في الفيديو ده هتكلم عن تجربتي مع البرنامج الجديد اللي هو البديل وازاي نحمله و ايه مميزاته وليه انا اخترته او كررت انه يكون بديل لبرنامج IDM خليكم معي اهلا وسهلا بكم مرة تانية انا اسمي محمد غراب البرنامج اللي انا هكلمكم عنه النهار ده هو برنامج اسمه NDM او نيت داونلود مانجر طبعا هي يعني كلمة نيت ديت يعني انيق وده طبعا باين جدا على البرنامج انه برنامج انيق وزكي وبسيط جدا طيب خلينا نروح لجهاز الكمبيوتر علشان نشوف هنسطب البرنامج الزائع وهنعمل ايه الاول طبعا لنك الداونلود موجود في الديسكريبشن البرنامج في الوقت الحالي متوفر لنظام ويندوز وبصير الدي ام جي لنظام ماك وطبعا هيدعم لينوكس قريب جدا البرنامج هنحمله طبعا وحجمه بسيط جدا 850 كيلو لكن هو برنامج قوي وهنشوف المميزات بتاعته عاملة ازاي هو طبعا ده حاجة مش فير اللي انا احمل البرنامج منافس باستخدام برنامج انترنت داونلود مانجر تمام طيب خلينا نعمل ستارت داونلود وبعد كده نعمل انستول للبرنامج البرنامج البرنامج بتاعه طبعا بسيط جدا بعد كده نعمل لانج طيب هي دي واجهة البرنامج خلينا الاول نتعرف على واجهة البرنامج بسيطة هنا في حالة الداونلودز كلها بيظهر لك كل الداونلودز وكمان بيصنف لك الداونلودز بناء على نوع الملفات و كمان بيصنفهم لك على الحالة بتاعت التحميل سواء كومبليتت او تم التحميل او لا او الان كومبليت اللي هي ملفات اللي لسه جاري تحملها او اللي ما انتهاش المرنامج من تحملها طيب هي الوجهة تعتبر بسيطة و رايبة جدا من مميزات كتيرة من انترنت داونلود ماناجر كل اللي حيهمنا الخانة بتاعت سيتنجز زي ما انتو شايفين الماكس كونيكشنز بداونلود اللي هو اللي بيقسم الملف اللي انت بتحمله لكذا جزء علشان يسرع عملية التحميل طبعا انا اعتقد اللي هو رقم تمانية دا كويس تمام وهنا الابشن اللي هو البندود سلمت دا اللي هو انت بتقدر تحدد سرعة الداونلود بالكيلو بايت تمام طبعا لو خليتها صفرة زي ما انتو شايفين كده اللي هو نو لمت انه ما فيش حدود و دا لو انت حابب تصبط داونلود دايركتوري المكان اللي هتم تحميل فيه ملفات بشكل اساسي الابشن دا اللي هو يطلع لك الديالوج او يطلع لك ويندو يقول لك ان الداونلود كومبليت و دا الابشن دا علشان يشغل البرنامج كل ما تيجي تفتح الجهاز تمام طبعا يعني البرنامج ليه مميزات كتيرة اللي هو بيحمل الملفات باقسة سرعة متاحة في اتصال الانترنت و بيستخدم خوارزمية ديناميكية يعني محسنة بيقسم الملف في الاجزاء و دا علشان يحمل الملفات بسرعة و طبعا بيقدر اللي هو يتعرف على الروابط من بروتوكولات مختلفة زي الهتش تي تي بي والهتش تي تي بي اس و طبعا الاف تي بي و بيدعم طبعا الاقاف المؤقت واستيناف عملية التحميل و دا احنا هنشوف طيب خلوني مبدئيا اعمل حزف البرنامج انترنت داونلود مانجر تماما من الجهاز علشان يعني استبدله ببرنامج اللي هو الان دي ام تمام كده تم حزف انترنت داونلود مانجر بشكل نهائي و بقى موجود البرنامج اللي هو الان دي ام الجديد تمام طبعا هنا لو انت بتحمل من مواقع يعني يليها كردنشل يوزر باسورد تقدر تضافها من هنا تمام لحد هنا البرنامج اعتبر شكله بسيط في هنا البراوزر لما تجي تدوس عليها بيجيب لك الطريقة بتاعت التكامل مع متصفحات الانترنت سواء انت بتستخدم متصفح جوجل كروم او اي متصفح مبني على كروميوم سواء مايكروسوفت ايج او غيره تمام او فايرفوكس انا طبعا بستخدم مايكروسوفت ايج فا ايه هضغط على اد ايج اكستنشن نضغط على جت عشان نثبت الاضافة وبعد كده اد اكستنشن تمام زي ما انتو شايفين تم تثبيت الاضافة وبقت ظهرة هنا في المتصفح طيب خلينا نجرب مثلا نعمل داونلود لفايل كبير شوية مثلا دي توزيعة باب او اس احدى توزيعات لينوكس لو حملت انا الفايل دا زي ما انتو شايفين بياخد بيطلع برنامج اوتوماتيك ياخد التحميل بتاع ملف وزي ما وضحت قبل كده سرعة الداونلود عندي ببرنامج انترنت داونلود ماناجر ما كانتش بتعدي اتنين ونص ميجا لحد تلاتة ميجا ومن خلال برنامج اللي هو الاندي ام اللي انا بتكلم عنه النهاردة سرعة الداونلود بتوصل تقريبا حصلة الاربع ميجا تمام وطبعا البرنامج بيدعم استناف التحميل زي ما قولنا يعني ممكن نوقف التحميل بالطريقة دي او نرجع نعمل ريزومي تاني في اي وقت تمام وحتى لو النت فصل لاي سبب من الاسباب بيقدر البرنامج اللي هو يجدد الرابط من طلقاء نفسه ويجيب الرابط الجديد ويكمل داونلود يعني مش بيعمل داونلود من البداية طيب هو دا كان استعراض برنامج ان دي ام او نيت داونلود مناجر وده انا شافه البديل المناسب جدا 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 للبرنامج التجاري اي دي ام طيب ليه انا استخدم البرنامج المجاني وابعد عن البرنامج التجاري لان طبعا معظم الناس بتستخدم البرنامج دا بنسخة مكرسنة او بكراك طبعا اولا يعني الموضوع دا حرام شرعا يعني قدر الامكان حاول اللي انت ما تستخدمش البرامج المكركة وطبعا سعر المرنامج يعني فيه ناس كتير وانا منهم طبعا ما عنديش رفاهية اللي انا اشتري البرنامج دا بفلوس فبضطر مثلا اللي انا اخد نسخة مكركة منه طبعا الحصول على نسخة مكركة دا لي ضررين اول حاجة اللي هو حرام طبعا دا مش حلال وربانا يكفينا الشرع الحرام وتاني حاجة اللي انت لما بيدور على برنامج مكرك فانت يعني عرضة اللي انت تصاب بالفيروس الفيدية او الرانسوم وير وده طبعا اللي احنا بنحاول ننصح به كل المستخدمين وانا كصانع المحتوى ومن خلال المدونة بتاعتي وقناتي على اليوتيوب دايمان بشجع الناس اللي هي تستخدم البدائل المجانية بس الهنا احنا وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى ان يكون عجبكم طبعا ما تنسوش تعملوا اهم حاجة اللايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين وتفعلوا زر جرس التنبيهات للكم اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سبكم في رعاية الله سلام شكرا